اشتركوا في القناة هل يجوز كذا تشوف ان الفقيه يجيب انه هو جائز والواحد يجي يستشكل اذا انت تقول هو جائز وتفتي بذلك لماذا انت لا تصنعه اخوة الجواب واضح هو قال انه جائز ما قال واجب حتى تقول لي انت ليش ما تصنعه وحتى لو يقول مستحب حتى لو كتب مستحب الشيء الكذائي مستحب مزين مستحب يعني يجوز تركه وقد تكون هناك مزاحمات هذا مستحب ولكن يزاحمه مستحب اكبر كل واحد من العلماء كانت تجي استفتاءات الناس مزين استفتاء جوابه مو هالشكل بالبساطة هس مسألة سابقا قاريها راجع الادلة فيها امراجع الادلة فيها لا بس اكو مسائل تجي مستحدثة يحتاج الفقيه يراجع القرآن يراجع الروايات يراجع فتاة وسائل الفقهاء ثم يستنبط الحكم احيانا جواب استفتاء واحد يستغرق من الفقيه ساعات هذا الفقيه من الفقهاء كان احيانا احد ابناءه ينقل يقول هو كان يصلي في كل الليل صلاة الليل يقول في بعض الاحيان كان بدل صلاة الليل يطالع ويجيب الاستفتاءات ليش يقول لي ان صلاة الليل مستحب لكن جواب مسائل الناس هذا واجب كفائي وانا الان لا اتمكن من الجمع بينهما يعني في هذه الليلة الوقت قصير الاستفتاءات كثيرة او تحتاج الى مراجع اكثر فصار تزاح بين مستحب وبين واجب كفائي رجحت الواجب الكفائي زيان لا يصح ان نقول له انت تقول بان هذا الشيء مستحب او هذا الشيء جائز لماذا تتركه اولا قايل جائز ويجوز تركه الشيء الثاني له مزاحمات مزاحمات بالنسبة لهذا اهم مثل القائد في جبهة القتال تشوف القادة الان عادة لا يكونون في الخط الامامي من الجبهة ونستشكر على القائد نقول له انت اللي تقول للجنود اذهبوا الى الخط الامامي انت ليش ما تذهب الى الخط الامامي نقول انه اني وظيفتي اهم وظيفتي قيادة المعركة قيادة المعركة تقتضي ان اكون في مكان محصن نعم اذا احتاج الى ان اكون في الجبهة اكون في الجبهة في الخطوط الامامية شوف في حروب الرسول صلى الله عليه وآله عادتان لا في بعض الموارد الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن في الخط الامامي قذف اخاه في لهواتها الرسول صلى الله عليه وآله في جميع حروبه لم يقتل ولا واحد وانما احبروية انه واحد في معركة احد حجم على الرسول صلى الله عليه وآله فالرسول طعنه برمح دفاعا عن نفسه وبعد ذلك ذلك الشخص مات ويقال أن موته لم يكن من أثر الطعنة مباشرة الطعنة ما كانت عميقة وإنما فقط بمقدار دفعه وإنما مات من الرعب والخوف لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مهددا وهو في مكة زين واحد يجي يستشكل على الرسول كيف تقذف أخاك علي ابن أبي طالب في لهواتها وأنت في الصفوف الخلفية وطبعا هذا الأمر بالنسبة إلى قائد المعركة يلزم أن يكون في الصفوف الخلفية لأن وظيفته أهم حتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة الجمل والنهروان وصفين مشاركته في القتال عملا كانت قليلة لأن وظيفته أهم وظيفته القيادة أن تقود المعركة فهذه الوظيفة أهم زين تجي تستشكل على الفقهة أنت لماذا أفتيت بالجهاد وأنت لم تشترك في الصفوف الأمامية قل وظيفته وظيفة أهم الإسناد مثلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر